ولو رحنا كمان للغة الأرقام وفكرة هنا فوز الأهلي على سياتة لده حيدينا كده كم رقم مهم ان احنا برضو نشير إليه الأهلي بكده بيصعد خلينا نقول للمركز التاني بلغة الأرقام في قائمة أكثر الأندية فوز على أو في كاس العالم للأندية وبتتكلم هنا من بين كام من بين 72 فريق من مختلف القرات من 72 فريق من مختلف القرات شركة في كاس العالم للأندية وبالتالي أصبح الأهلي ثاني الفرق تحقيقا للفوز كمان بالرصيد 8 مباريات خلف ريال مدريد خلف ريال مدريد المتصدر طبعا دي القائمة طيب اللحاقة الفوز في 10 مباريات طبعا ويا ليهم بعد كده فريق برسلونا اللحاقة الفوز في 7 مباريات بعد كده منتاري المكسيكي وغيره من يعني الفرق اللي برضو تقيلة جدا واللي بتنافس النادي الأهلي بشكل كبير وبشكل مباشر فتاني نرجع نقول يا كريم لا انت حاجة كبيرة جدا انت بترفع اسم الكرة المصرية في محافل دولية مختلفة فانت لازم تكون فاهم انت مكانتك عاملة ازاي ويمكن كمان ده هياخدني لصورة مبارح لو حضراتكم لو نجهزها يا جماعة الصورة او التويتا اللي كانت او اللي عملها تحديل النادي ريال مدريد لو انت شفتها حاجة محترمة قوي هنا ريال مدريد ده الحساب الرسمي بتاع نادي ريال مدريد وحطت الصورة بتاعة يعني الكاس وكان بتحت بيبا معنين احنا هنواجه النادي الاهلي في نصف نهائي كاس العالم ليه الآن ده طب الحساب الرسمي بتاع ريال مدريد ده عنده قد يا كريم عنده 132 مليون متابع فالفكرة هنا فيه انا اكيد انا النادي الاهلي العالم كله عارفني وانا زي ما بكتب اقول لحضراتكم احنا بنتكلم على مستوى عالمي دلوقتي احنا مش بتكلم حاجة محلية ولكن برضو لما اجي انا اتحدث انا كريال مدريد اللي عنده 132 متابع واتكلم ان انا بنافس او داخل انافس النادي الاهلي وقد ايه برضو الموضوع ما هواش حاجة عادية وخلاص ده كله بيبقى ماركتنج ليك بشكل انا بشوف ان دي كلها دلوقتي انت عشان تعمل رواج او عشان تعمل ماركتنج انت بتلجأ للحاجات اللي زي كده للسوشل ميديا والحاجات اللي زي دي ما بقاش فيه دلوقتي موضوع الاعلانات قوي فانت مش بحتاج قصلا تعمل ده انت فكرة ان انت بتنافس نوادي عالمية والنوادي العالمية دي بتتحدث عنك في المواقع الرسمية بتاعتها فده في حد ذاته انا بشوف نجاح فيعني وما بقاش ان دايرت خلاص بتاعدنا المرحلة دي بقى بشكل مباشر انت بتلعبي الفريق المعني اللي عنده 132 مليون متابع وغيره وغيره طبعا وبارن ميونيخ قبل كده مين ينسى لعبنا لعبنا ان ده كبيرة كده وعالمية جدا ولها متابعين وعشاق بالملايين في العالم كله وتحدثوا عننا حتى لو كان الفوز مش لصالحنا بيتحدثوا ان هم كانوا مع فعلا المنافس محترم فكلام ده كله تقال وكلام ده كله موثق فيعني حاجة بجد لازم نفخر بيها على فكرة احنا في سياق حلقت النهاردة يعني مش عارف امتى بالتحديد بس يعني ان شاء الله خلال الحلقة عايزين نعرض لحضراتكم شوية فيديوهات اكيد حتنال الاستحسان والرضا وتثلج صدور كل محبي وعشاق النادي الاهلي من ضمنها طبعا احتفالات الفريق بالمناسبة بمجرد عودتهم للفندق وزي ما عرفنا من الزملاء اللي لازم نبعط لهم تحية اوه ده طبعا مكريم احمد وزمينة محمد داكروري اللي عاملين شغل ممتاز الحقيقة في المغرب وبيغطوا كل اللي بيحصل في الكواليس لحظة بلحظة بما فيها تفاصيل التفاصيل واللي بالمناسبة كان من ضمنها اللقاء اللي اجرى مستر مارسل كولر وكان بيكلم هو شايل في ايديه هارد ديسك كان بيحكي لنا زمين محمد داكروري بيقول ان هو كان بيقول اللعيبا ان هو على الهارد ديسك دا متحمل مجموعة مباريات لريال مدريد حيتفرجوا عليها الى جانب طبعا المحاضرات النظرية هنشوف معاكم جانب من احتفال كل اللعيبة والجهاز الفني والإداري بعيد ميلاد محمد شريف اللي هو كمان عامل شغل كبير الحقيقة في هذه البطولة وطبعا كابتل محمود الخطيب نظرا لإصابته بيه دور برد زي ما كنت بقول لكم في مقدمة حلقتنا النهاردة مقدرش ان هو يكون موجود بشخصه في الملعب ويتابع أحداث اللقاء ولكن طبعا بقلبه وبكل يعني جوارحه زي ما بيتقال كان مع الفريق هو من اول لحظة الحقيقة داعم ومجرد وجوده كان رئيس للبعتة اكيد دا في حد ذاته شكل حافز كبير شايفين له انعكاسات زي الفل لغاية هذه اللحظة ان شاء الله وبإذن الله في اللي جاي كمان